بدأ الأب إبراهيم الشوملي مدير مكتب التعليم المسيحي في الجليل سلسلة من اللقاءات في مدارس البطرياركية اللاتينية بهدف التركيز على أهمية التربية الدينية وتعزيزها في نفوس الطلاب عقد اللقاء التأسيسي الأول في مدرسة البطرياركية اللاتينية في يافا الناصرة حيث اجتمع الأب الشوملي مع الأب نضال قنزوعة كاهن الرعية ومديري ومعلمي ومعلمات المدرسة وتركز اللقاء على عدة موضوعات منها أولوية التربية المسيحية في مدارس البطرياركية من خلال عيش روح مسيحية وشهادة حياة أمام الطلاب والتركيز كذلك على أهمية المدرسة بالنسبة للرعية لأنها رافض أساسي للعمل الرعوي وتحفيز الطلاب بطرق عدة للمشاركة في الفعاليات الرعوية الكشاف والجوقة والشبيبة وعمل مسابقات بين الطلبة في الكتاب المقدس وتنظيم قدس إسبوعي للطلاب والتركيز أيضا على دور الأهل ومساهمتهم في التربية الدينية وحثهم على الاهتمام بها